مرحبا واهلا وسهلا فيكم وصفتي اليوم فريكة مفلفلة باللحمة انا عملتها سابقا في القناة بالدجاج وبالفرن راح تظهر لكم بالبطاقة بعد شوي الطريقتين طيبات انا اليوم عملتها بلحمة العجل يعني مو متوفر عندي لحمة خروف بس هو الافضل انها تنعمل بلحمة خروف لكن الجود من الموجود يعني بنمشي حالنا فيعني بالنهاية كمان طلعت طيبة انا حطيت معها شوية لية وزوت شوية سمنة عشان اتدسم بالبداية راح نشوح اللحمة على نار متوسطة بدون زيت لحتى يتغير لونها آآ بعدين راح نضيف لها بصلة مقطعة لرصفين او لاربع آآ شوي هيك آآ بدبلهم مع بعض آآ بعدين بضيف لهم مي سخنة طبعا لازم سخنة لانه اللحمة سخنة فما بصير نحط مي باردة بستنى عليها بستغلي وبزيل الرغوة والزفرة اللي بتتكون على الوجه آآ بعدين بضيف لهم ملعقتين زيت زيتون آآ يعني افضل من زيت النباتي لانه بسرع في عملية الاستواء آآ بضيف آآ مطيبات آآ صحيحة آآ زي الهيل قرونفول في الاسود آآ عود قرفة غار آآ طبعا ملح ما بضيف بستنى لما تستوي اللحمة لحتى ما تشد معنا آآ يعني وتتأخر في آآ تتأخر على الغاز آآ بس تستوي اللحمة بكون انا منطفى لفريكة من الحصى والشوائب اللي فيها بعدين رح اغسلها واصولها يعني رح اغمرها مي آآ شايفين هاي الشوائب اللي بتطلع آآ على السطح كلها رح نزلها مع المي وخلص هيك يعني مدام انا نظفتها من البداية ان شاء الله انو ما فيها اتربة فبحطها بالمصفاي وبتركها على آآ الطرف لحتى آآ نحضر المكسرات الطنجرة اللي بدي اطبخ فيها آآ بحط ملعقتين سمنة بحمص اللوز واي مكسرات آآ ما يعني آآ مرغوبة عندكم آآ بعدين آآ رح ادبل البازيلا بس انا نسيت ودبلت البصل بالاول لكن يعني كمان شوية حتشوفوني اني عادي يعني رجعت رجعته لانو انا آآ كنت ناوية اني اخلي البازيلا بس لزينة فبعدين غيرت رأيي حطيت شوية من البازيلا مع الفريكي المهم آآ بعد المكسرات بندبل البازيلا بعدين آآ رح ننزل بصلة مفرومة كله بنفس الزيت آآ بعد ما آآ آآ دبلناهم هوي آآ شايفين رجعت البصلة لاني بدي لسا دبل فيها آآ او احوس معها الفريكي آآ فاضفت الفريكي بحركهم هيك شوي مع بعض آآ يعني تطلع اطيب الفريكي بتطلع مفلفل احسن زي ما ابدأ الرز لما بن آآ بن دبل او بن آآ حوسه بزيت اول بطلع مفلفل معانا آآ طبعا انا رح اطبخه في آآ شوربة اللحنة آآ لا تنسوا اضيفوا الملح والبهارات المطحونة ابهار مشكل فلفل اسود قرفة شوي تكركم آآ ونخلطهم شوي بعدين آآ رح نصفي الشوربة ونفلفل فيها الفريكي آآ انا حطيت زي ما حكيت لكم شوية بازيلا مع الفريكي كمان حطيت اكمن قطعة لحمة عشان النكهة يعني آآ مقدار المي للافريكي اكثر من الرز يعني بتاخد لكل كاس افريكي تقريبا من كاس ونص لكاستين مي آآ بعد آآ طبعا نفس ما بنعمل الرز تماما بستغلي بنوطع عليها وبنخليها لحتى تهدى آآ لحتى تستوي آآ شوفوا كيف حباتها ابعاد عن بعض ومفرفدة ما شاء الله عليها اشتركوا في القناة 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 راح نطبقهم في اي صحن عنا دائري مربع مستطيل اي شكل انتو حابين تعملوا فيه يعني الديزاين النهائي انا اول شي حطيت اللوز والبازيلة واللحمة صفيتها بعدين صبيت عليهم لفريك المفلفلة وضغط عليهم شوي هيك بعدين زي ما شفتوا بواسطة صحن قلبناهم اشتركوا في القناة وهذا هو الشكل النهائي طبعا يعني ما بدي احكي لكم الطعم روعة رغم انها لحمة عجل انا صراحة ما بطبخ بالعجل بس يعني اضطريت لكن طعمها صراحة روعة فابتمنى انه اجربوها ان شاء الله يعجبكم الفيديو لليوم اشوفكم على خير في فيديوهات قادمة استودعكم الله وإلى اللقاء وبالتأكيد يعني زي ما بطلب منكم دايما لا تنسوا تشتركوا في القناة لو بعدكم مش مشتركين وتعملوا شير للوصفة على صفحاتكم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة